السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد معكم كريم والنهاردة هنتكلم عن مجموعة من الامراض الفطرية اللي بتصيب محصول من اهم المحاصيل اللي بيتم زراعتها في الموسم الشتوي هو محصول البصل والامراض الفطرية اللي هنتكلم عليها النهاردة اللي بتصيب محصول البصل برضو تنطبق تماما على محصول التوم النهاردة ان شاء الله هنحاول نفرق ما بين اربع انواع من الامراض الفطرية الشائعة واللي الاعراض بتاعتها بتكون متشابهة لبعضها وبيحصل لغة كبير جدا في طريقة التشخيص والعلاج النهاردة الفيديو بتاعنا هنتكلم فيه على شكل الاعراض وكمان هنتكلم على ازاي نفرق ما بين نوع والتاني وفي نقطة كمان هنذكرها مهمة جدا وهي ارتباط الاربع انواع المرضية ببعضهم البعض يعني مين فيهم ممكن يشتغل قبل مين ومين هيجي فيه كاصابة سنوية لمين بعد كده هنعرف ايه هي الظروف المسلع لكل مرض فيهم وعلشان اقدر اتنبأ بالاصابة هتيحصل عندي امتى وزي ما متعودين في اخر الفيديو هنشوف جدول للمواد الفعالة اللي بنقدر نستخدمها وكل مادة فعالة فيهم بتأثر على انهي مرض من الاربع امراض ومين من المواد الفعالة هيكفي رشها لوحدها ومين لازم يتم خلطها بمادة فعالة عشان ناخد اعلى كفاءة من الرش الفيديو انا عارف انه هيكون طويل شوية بس ان شاء الله هيكون فيه استفادة كبيرة جدا يلا بينا النهاردة هنتكلم عن اربع امراض فطرية بتصيب محصول البصل اعراضهم قريبة من بعض جدا هنتكلم عن البياض الزجبي واللستيمي فيليم واللطعة الارجوانية ولفحة البوتريتس هنعرف في الاول ايه هي الاعراض بتاعتهم ونبدأ باسهل عرض فيهم في التشخيص وهو اللطعة الارجوانية في البداية الاوراق الكبيرة في السن هي اللي بتكون عرضة اكثر للاصابة من الاوراق الحديثة الاعراض بتكون في البداية على شكل بقعة زيتية مشبعة بالمية بتبدأ تتحول للون الاصفر وبيكون مركزها لونه ابيض مع الوقت بتبدأ تتحول الحواف الى اللون البني المشوب باللون الارجواني المميز ليها وده طبعا بيكون لون مميز وشكل مميز لللطعة الارجوانية مع مرور الوقت بتتشكل حلقات متحدة المركز بيتحول لونها من اللون البني الداكن لللون الاسود والمرحلة دي اللي بيكون فيها نهاية دورة حياة الفطر وتكون الجراصيم اللي بتبدأ تعيد الاصابة مرة تانية جراصيم فطر اللطعة الارجوانية او الالترنارية بتتشكل خلال الليالي الرطبة وفترات رطوبة الاوراق اللي بتزيد عن 12 ساعة الجراصيم بتنتقل عن طريق الهواء وبتنتشر في انتجة البصل الحساسة ويلزم مرور من يوم لأربع أيام من بداية الاصابة حتى ظهور الاعراض مرض الاستيميفليام في البصل او لفحة اوراق البصل استيميفليام هو مرض فطري بيصيب السوميات بيسببه فطر استيميفليام في سكاريام بيسبب بقع بيضاوية الشكل او بنية على الاوراق في بداية الاصابة وفي البداية احيان كتير التشخيص بتاعها بيقول انها لطعة ارجوانية لكن طبعا مع تطورها بتتحول لشكل اقرب للبياض الزغبي في البداية شكلها بيكون عبارة عن بقع بيضاوية الشكل لونها اصفر مائية بتتحول واحدة واحدة للون الرمادي بيبدأ حجمها يكبر على الاوراق وتتحرك بطول الوراق وقد تصل انها تنهي على الاوراق تماما الأساسي ما بين اللطعة الارجوانية والاستيميفليام ان اللطعة الارجوانية المركز بتاعها بيبدأ يحاض بهالة لونها ارجواني مع تطور المرض اما الاستيميفليام فيبدأ مركز المرض او مركز اللطعة اللي موجودة بيبدأ يتحول للون البني الداكن وحواليه يتحول للون الاسود ما بيظهرش عليه طبعا اي لون ارجواني بتنتشر جرسيم الاستيميفليام بواسطة الرياح وفي الظروف المثالية بتحدث اعراض طبقع الاوراق بعد 6 ايام من الاصابة الاولى للجرسيم وهنا لازم ناخد بالنا لحاجة مهمة جدا مرض الاستيميفليام في النباتات السليمة او النباتات القوية صعب جدا انه يصيبها مرض الاستيميفليام او الجرسيم بتاعته بتحتاج انها تخش بعد مرض تاني او بعد لساعات على الورقة اللساعات اللي على الورقة دي ممكن تكون بسبب السقيع ممكن تكون بسبب مبيد حشائش حص سبب حروب او بسبب سمية بعض المبيدات او بسبب سمية تركيز مغزيات تم رشها بتركيزات عالية اي حاجة بتسبب جروح حتى لو انا مش شايفها بعين المجردة ممكن تدخل الاستيميفليام وتخليه ينشط ويشتغل بسرعة الاوراق الاقدم بتكون اكتر عرضة للاصابة من الاوراق الاصغر زي اللطع الارجوانية غالبا الاعراض بتبدأ تظهر معايا لما النبات بيكون في مرحلة من 3 ل 4 اوراق حقيقيا اما بقى لما نيجي نتكلم عن اعراض البوتريتس فتر البوتريتس بيهاجم الاوراق في المقام الاول وبتبدأ الاعراض الاول على شكل بقع بيضاء صغيرة محاطة بهالة خضراء غالبا ما تكون مركزها لونه اسمر وده في الحالات المتقدمة بتكون عبارة عن بقع لونها ابيض بتبدأ تنتشر بقع جنب بقع على طول الاوراق في صورة كأنها تغزيت حشرية ولذلك بيتم تشخصها في بعض الحالات على انها تغزيت آفة وليس مرض فطري البوتريتس بيكون علاجه مختلف وطريقة التعامل بتاعته مختلفة عن البياض الزغبي او عن اللطع الارجوانية والليستيمفيريا مرض البياض الزغبي في البصر هو من اشرس الامراض الفطرية المتسببة عن نقص وتقليل جودة المحصول في البصر بينتشر في جميع مناطق زراعة البصل بينسبوا اكتر الاماكن الرطبة الاكثر من جافة يعني الاصابة بتكون اقوى واسرح في الانتشار في الاماكن زي الوجه البحري في مصر عن الصيد بتظهر اعراضه على شكل بقع صفراء باهتة في البداية ثم يتكون عليها النمو الزغبي رماضي يشوبه لون بنفسجي خفيف جدا بيكون اوضح لما بيحصل بلل للأوراق عن طريق الندى في الصباح الباكت لان الندى بيساعد على ظهور نموات الفطر الزغبية لما بتحصل فترات الجفاف بيختفي النمو الزغبي وبيظهر تاني لما تحل فترة رطوبة مرة اخرى البياض الزغبي من اصعب الامراض في البصل والبياض الزغبي لما بيعمل الاصابة ممكن يدخل على الاصابات بتاعته لانه بيعمل جروح في الاوراق بيدخل على الاصابة اصابات تانية سنوية زي اللطع الارجوانية وبيفتح كمان مجال الليستيمي فيليم انه يشتغل هنتكلم دلوقتي عن نقطة مهمة جدا وهي ارتباط اصابة البصل بالاربع امراض فطرية مين فيهم بيصيب البصل قبل مين لو جينا نتخيل في الاول ان انا عندي الارض ممكن يحصل عندي اصابة للتريبس ودي في الاغلب بتعمل جروح للاوراق بالاضافة ان ممكن يحصل عندي سمية مبيدات بسبب رشة خاطئ او تركيز عالي او رشة مبيد حشايش في عمر غير مناسب او ان يحصل عندي سقيع وانخفاض شديد لضربات الحرارة اللي بتسبب عندي جروح في الاوراق الحاجات اللي اتكلمنا عنها دي كلها بتسبب عندي ان يحصل سرعة في انتشار مرض الليستيمي فيليم ويبدأ يظهر معايا لان الحاجات اللي اتكلمنا عنها كلها بتفتح مجال للمرض انه يدخل بعد كده بيكون عندي مرضين فطريين البوتريتس والبياض الزجبي البوتريتس والبياض الزجبي بيحصل الاصابة سواء حصل جروح او ما حصلش جروح طالما الجرسيم وجدت الظروف الملأمة للمرض تواجدت في الحق تأكد ان الاصابة هتظهر ولما بعالج اصابة البوتريتس او البياض الزجبي فلازم اخلي بالي ان بعد البوتريتس هيحصل عندي اصابة ستيمي فيليم لان البوتريتس بيعمل جروح على الاوراق فلازم لما عالج بوتريتس قدي معاه مبيد يكون وقائي للاستيمي فيليم وخلي بالك كمان ان اصابة البياض الزجبي هيتبحى نوعين من الاصابة على الجروح اللي بيعملها البياض الزجبي أو على مكان الإصابات الأديمة وهم اللطع الإرجوانية والليستيميفليم وهنلاحظ دايما أن الليستيميفليم هو مرض سانوي بتحصل الإصابة بتاعته لما تحصل الظروف المثالية ليه بالإضافة أن يحصل جرح على الأوراق الجرح ده ممكن يكون بسبب إصابة أديمة لمرض زي البياض الزجبي أو البوتريتس أو الظروف البيئية أو الإصابات الحشرية أو سمية المبيدات أما عن الظروف المثالية للأمراض الفطرية الأربع اللي اتكلمنا عنهم فعلها الإستيميفليم بينسبه درجة رطوبة أعلى من 85% ودرجة حرارة من 18% ل 26% أما اللطع الإرجوانية فبيناسبها درجة الحرارة من 25% ل 28% وبتحتاج رطوبة من 80% ل 90% أما البياض الزجبي فبيبدأ معايا من درجات الحرارة من 20% ل 25% وبيحتاج رطوبة أعلى من 95% البوتريتس بيبدأ معايا من 15% درجة مئوي ل 21% درجة مئوية وبينسبه رطوبة تكون أعلى من 95% في الأول في المكافحة لازم نخلي بالنا من شوية ملاحظات رقم واحد إعدام بقايا المحصول المصاب اللي بيحصل اللي بيحتوي على جرسيم أو مسيليم الفطر لازم نعمل دورة زراعية مناسبة يمنع فيها تكرار زراعة البصل أو التوم لمدة سنة بعد أخرى ويفضل أن تكون الدورة الزراعية ثلاثية التسميد الجيد والمتزن من عناصر زي النتروجين والفسفور والبوتاسيوم بيؤدي لنبات صحي قوي خالي من الأمراض الفطرية رش النباتات وقائية من بعد الزراعة من كل 7 ل10 أيام بأحد المبادات الموصة بها الوقائية بتأدي أن بتقلل عندي معدل الإصابة ودايما نخلي بالنا أن الوقاية خير من العلاج رقم 5 يفضل تغيير طريقة الفعل للمبيدات لما أستخدمها في كل مرة تجنبا لتكون مقاومة للمجميع الكيميائية المستخدمة جدول المكافحة اللي معانا رقم 1 هتلاقي فيه اسم المادة الفعالة بالعربي والانجليزي وهنلاقي في الجدول أسماء للأربع أمراض فطرية اللي قلنا عليهم في الجدول هنا هتلاحظ أن كل مادة فعالة متعلم قدامها بلون من 3 يا إما أبيض أو أحمر أو أصفر اللون الأحمر بيقولك أن المادة الفعالة دي بتأثر على الفطر ده أما اللون الأصفر فبيقولك أن هي بتأثر على الفطر ولكن بتحتاج خلطها بمادة فعالة تانية عشان تكون النتائج مرضية أما اللون الأبيض فمعناه أن المادة الفعالة ما لهاش أصلا علاقة ولا تأثير على الفطر اللي احنا أصاد وفي نهاية الفيديو أتمنى أن أنا أكون أضفط لك معلومة جديدة ولو فادك الفيديو ما تنساش تعمل شير لأصدقائك وتفيد غيرك وأشوفكم في الفيديو اللي جاي إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته